هذا وتتزايد الجهود الدولية رامية إلى تنفيذ إجراءات التكايف المتعلقة بالمناخ خاصة في قطاع الزراعة ومن أبرز إجراءات التكايف مع المناخ بقطاع الزراعة تقوم الدول بإنتاج محاصيل تتحمل التغيرات المناخية التغيرات المناخية هي القضية الشائكة بالعالم في الوقت الحالي خاصة وأن آثارها وتداعياتها واسعة النطاق ولم يصبق لها مثيل من حيث الحجم مع تزايد قوة الظواهر المناخية الجامحة في كثير من المناطق على سطح الأرض وذوبان القبم الجليدية القطبية وارتفاع مستويات مياه البحار فضلا عن الكم الكبير من حرائق الغابات والجفاف الذي أصاب مناطق متفرقة من العالم ولمواجهة هذه التغيرات يأتي ضرورة التوسع في الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ إجراءات التكايف المتعلقة بالمناخ خاصة في قطاع الزراعة لتوفير حلول ذكية مناخية وتساعد القطاعات الزراعية والغذائية على التكايف وتحسين البيئة التمكينية لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمناخ وضمان توفير الموارد الكافية للمزارعين لكي يتخذوا إجراءات في الوقت المناسب بشأن الأولويات المتوسطة إلى الطويلة الأجل ومن أبرز إجراءات التكايف مع المناخ بقطاع الزراعة فإن الدول تعمل على إنتاج محاصيل تتحمل التغيرات المناخية بالإضافة إلى التوقع بالأمطار غير اعتيادية حيث يتم التواصل مع المزارعين حتى لا يحدث تشبع للتربة وهو ما يؤثر على المحصول بالإضافة إلى أنه حينما يتم توقع موجات حارة أو باردة يتم التواصل مع المزارعين أيضاً وذلك لحماية المزارع من أي تغيرات المناخية مؤثرة على أراضيهم قطاع الزراعة هو الأقل تأثيراً في التغيرات المناخية ولكنه الأكثر تضروراً منها كما تهدد التغيرات المناخية نحو 40% من إجمال المحاصيل الصالحة للأكل عالمياً في الوقت نفسه فإن إجراءات التكايف يتيح لعديد من الفرص الوعدة في الاستثمار في القطاع الزراعي مما يسهم في توفير العديد من فرص العمل في الوقت نفسه تساند الدولة المصرية المفاوضات الداعية إلى قيام الدول والمؤسسات الدولية المعنية بضخ التمويل بالقدر المناسب لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتمويل برامج التكايف والتخفيف والقيام بإجراءات شمولية ليست فقط لخفض الانبعاثات ولكن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانخراط في بناء الأنظمة الزراعية الأكثر سموداً واستدامة وتمكين المزارعين وغيرهم من اتخاذ الإجراءات الاستباقية في ظل تصارع وطيرة التغيرات المناخية التكايف مع تأثيرات التغيرات المناخية سيكون أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الحالية